يعطيكم العافية وكيف حالكم طبقنا على قناتنا في كروتاب مع أم أحمد بابا غنوج من المقبلات الكثير رائعة ومتبل الباذنجان طريقته بسيطة وسهلة تابعوا معنا الطريقة وخلينا نشوف طريقة التحضير حضرنا هنا هون ثلاث حبات من الباذنجان اخترناهم بشكل طولي حتى يسهل علينا في الشوي ولما نحضرهم كيف نطلع الكمية اللي فيهم هلأ منعمل لهم مسحة بسيطة بالزيت بعد ما غسلناهم ونشفناهم بالنسبة للزيت هون رح يسرع عملية الشواء هلأ منحطهم تحت على الشوايا على درجة حرارة متوسطة ما رح ياخدوا منك وقت أكثر إشي نص ساعة منطلعهم وهم سخنيا وبنبلش ننظف اللب اللي فيهم المستوي إن شاء الله بيكونوا دايبين معنا ورح تشوفوا كيف رح يطلع شكلهم خليني أحطهم بالفرن على الشوايا من تحت ممكن تستخدموا عملية الشوية على عين الغاز بس أنا ما بنصحكم لأنه لو كان عنديك كمية ممكن توسخ العين وتأخذ منك وقت أطول لكن هيك بسرعة ورح تحتاج منك تقليب شكل مستمر يعني اللي ما بدوا يستخدم الفرن ممكن يستخدم لكن بحذر هلأ إحنا هون طلعناهم من الفرن خلينا نفتحهم وهم سخنين على أساس دل لونهم أبيض لو تركتيهم العسارة اللي فيهم رح تعطي لون أغمق على اللب اللي من جوا هلأ بعد ما طلعناهم بنحاول أن نطف كل اللب اللي فيهم اللي هو رح نستخدمه في الامتبال وفي الباب وغنوج بنصحكم تستخدموا طريقة الشوية لأنه ما فيها زيوت ولا فيها سعرات عالية طريقة صحية ومفيدة هلأ هون بعد ما طلعنا بنقطع البيتنجان لقطع صغيرة بأي طريقة بتحبوها بتحبو تستخدموها الراسة البطاطا بتحبو تستخدموها ملعقة أو سكينة أي طريقة المهم إنكم تقطعوه بشكل صغير هلأ أنا رح أقسم الكمية بالنصف رح أعمل فيها الطريقتين الطريقة الأولى إنه أنا رح أعمل لمتبال البيتنجان طريقة بسيطة بأخذ كمية البيتنجان بحط عليها ملعقة صغيرة من الملاح وملعقة صغيرة من مهروس التوم وبنضيف عليها الليمون الليمون بعطي اللون الفاتح والناصع للب بعطيه لون حلو رح نستخدم كمان لطحينة تقريبا ملعقتين كبيرة بنحركهم حتى يتجانسوا مع بعض ممكن نضيفوا الفلفل الحار في هاي المرحلة هون إحنا ما ضفنا الفلفل اكتفعنا بالثوم بنضيف عليهم ملعقة من زيت الزيتون في البداية وبنضيف عليهم رشة من البقدونس الناعم ممكن تخلطوا البقدونس مع المقدار كله لكن للناس اللي ما بترغب بنحاول نحطه بالوسط واللي بده باستخدم حطينا عليهم كمان ملعقة من حامض الليمون وزيت الزيتون بنزينهم بالرمان وصحة وعافية وهيك طبقنا جاهز الكمية التانية رح نعمل فيها البابا غنونج عن جد من المقبلات الكثير رائعة اللي بتشهي على السفرة جربوها واعملوها رح نحط لهم ملعقة من الثوم المهروس حبة بندورة مقطعة على مكعبات نص حبة فلفل أخضر حلو ونص حبة فلفل أحمر بنضيف لهم تقريباً ثلاث ملاعق من مفروم البقدونس وبنقلبهم مع بعض بالنسبة للعصير الليمون ممكن تضيفه حسب الرغبة أنا هون ضفت بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة لهاي الكمية اللي عنا بنقلبهم مع بعض بنضيف لهم ملعقة من الملاح وهون الإش الأساسي في البابا غنوج اللي هو دبس الرمان يعني بعض حمودة ونكهة طيبة بنضيف تقريباً ملعقة كبيرة وفي النهاية بنضيف رشة من البقدونس كزينة وممكن ترشوا قليل من السماق وتضيفوا عليها الرمان للزينة وإذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وتشتركوا معنا في القناة جربوا الطريقة وحكولنا شو رأيكم فيها وصحة وعافية اشتركوا في القناة